هذا وكان مجلس حكماء المسلمين قد عقد اجتماعه الثامن بمملكة البحرين برئاسة فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر لمناقشة ابرز التحديات التي تواجه العالم العربي والاسلامي وفي ختام الاجتماع صدر المجلس بيانا ختاميا اعرب فيه عن بلغ شكره للبحرين لاحتضانها الاجتماع وعرب عن تضامنه مع المملكة في مواجهة التدخلات الخارجية كما دع مجلس حكماء المسلمين في البيان كافة علماء الامة ومثق فيها الى التكاتف والوقوف صفا واحدا ضد كل ما من شأنه تقسيم المسلمين وتكثيف الجهود من اجل نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك ونبذ الكراهية والحقد والفرقة والشقاق كما ناشد المجلس الشعوب العربية والاسلامية للاصفاف الوطني لتفويت الفرصة على من يحاولون زرع بذور الطائفية وعلن المجلس عن انطلاق جولة ثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب في سويسرا خلال الايام القادمة والعداد لعقد متمر عالميين عن السلام والتعايش المشترك في القاهرة يأتي انعقاد اللقاء الثامن لمجلس حكماء المسلمين في مملكة البحرين بناء على دعوة كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حفظه الله الآن في العالم نواجه تحديات متعددة أولا للأسف ديننا الإسلامي اختطف والذي اختطفوا بعض من من ينتمون لنا وقدموا للعالم بأن دين إرهاب دين قتل دين لا يؤمن بالإنسانية دين لا يعني لو يعبر عن أي شيء من مشاعر الرحمة وهذا يضاعف من الجهود المطلوبة من علماء المسلمين يعني لا شك بأن الإرهاب هو نتيجة من نتائج التطرف والمواجهة لهاتين الأزمتين التي تشغلان العالم في هذه الأيام إنما يكون بتضافر الجهود والقوى للمؤسسات الفكرية والاحتضانها من قبل حكامنا وولاة الأمور التي تساعد على نشر ثقافة الوسطية والاعتدال لا شك بأن من طرق نشر الوسطية هو النظر في مناهج التعليم في المدارس بذلك عندئذ يصبح المدى واسعا لوصول هذا الفكر المعتدل إلى مختلف شرائح المجتمع